مش تسمعي الكلام اللي اقول هولك؟ طب ما هي بنتك كانت حطة يا حماتي احمر واخدر وازرق وبنبة وفشية كمائش معنا نا يعني؟ نعم نعم هو انت مفاكرة نفسك زي بنتي ولا ايه؟ ده جماع رباني يا اختي مش حطة احمر ولا اخدر مينا عملة ايه؟ تويسة يا ولا تويسة قول لي صحيح ابوك نزل ولا لسه ناين فوق جنب المزغو دمك لا 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 ناين فوق يا ناني اعوز منه حاجة؟ انت مالك انت يا ودي يا معفن انت بتسألني اعوز حاجة انت مالك انت اعوز من ابن اللي انا عايزة يا اخوي يلا يا اخوة اشد شوف مصلحتك انت حرة سلام لا اعوز حاجة من بابا لا انت مالك انت يا اخوي اعوز حاجة من بابا ولا ما اعوز حاجة لانتون فلسيرهم خلين جيبوا فاضي صباح الخير يا طانت عاملة ايه واخبارك النهاردة؟ اكيد طبعا مبسوطة اعملت عزومة ادي كده لبنتك وجوز بنتك وشرفتك اخر تشريفة مبارح يا دي عزومة تشرف اهو اي حاجة اقول اكل السيخة عندك كله جوا بدخلك كل ايه؟ لقل جوا يا حماتي الاكل كله تنسف مبارح ومعدش فيه ولا لقمة محشة حتى جوا ولا لقمة رزي كمان او قال لي ان الاكل ما تنسفش لقل انتو خلصتوا الاكل كله اقافي يا اختي بقى انا قريني كلمة اصاد كلمة بقى ورد علي كلمة اصاد كلمة ايه؟ يا حماتي ده جوز بنتك كان عمال يشكر في اكلي وقولي اكلك ايه تسلم ايدك على الاكل اللي انت عاملاح انت عارفة ان جوز بنتي بيحب بيجامل هو جاملك بكلمتان وخلاص انت عشت ياختي في الدور بقى الاكل مرمه هو سبحان الله لحمدي ولا شكرانية ولا تقول حتى تسلم ايدك يا شيخة يا شيخة مش عايزة منكو كلمة كويسة ايه؟ وبعدين ياختي اهل الاحمر والاخدر يكوت تحطاه مبارح ومش انا قلتلك ما تحطش مكياج عشان جوز بنتي جاي حصل ولا ما حصلش مش تسمعك الكلام اللي اقولهلك طب ما هي بنتك كانت حطة يا حماتي احمر واخدر وازرق وبنبة وفشية كمائش معنانا يعني نعم نعم هو انت مفاكرة نفسك زي بنتي ولا اه؟ ده جمال رباني يا اختي مش حطة احمر ولا اخدر تحكتيني والله يا حماتي الاحمر واخدر جمال رباني ده نابوي اللي رباني انت بتتنقوري علي يا بنت؟ وانا واقفة قدامك وسمعاتي؟ بعدان امبارح مش ايليك تلبيسي ازال لابسالي اختي بانطالون جنسي وعليس ويتشيرت وجايال مفكرة نفسك فان نوغة؟ يا حماتي انا قاعدة في بيتي قلبس اللي انا نفسي فيه انا حرة قلبس اللي انا عايزاه هم اللي جايين علي انا حرة قلبس في بيت اللي انا عايزاه وجوزي موافق انشوف سبع البرنبة ده ما يصحى موافق عالكلام ده ولا اه؟ صباح الخري يا امي صباح الخري يا امو حمصة ملكم صمع صدك منفوق flavours نقرruisingee ارحموني بقى عالصبح كده ه κبت كدة يا ابني برأتك وقفة الستيمني والباهدي اللي عندك في البيت وانا ملجاتي ارد عليها ولا اكلمها ابدا اه 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 انا بنتهاءها أنا عندك في بيتك معاولة يا امو حمصة الكلام ده ده يحصل منك برضو الحمد بللهان اللي انت كنت فوق ولسامع كل الحوال اللي حصل لو انا قلت كلمة زيادة وحشة قول لي امك من ساعة مسحيت وعملت قول لي الاكل بتاعك مبارح كان وحش وانت لابسة اهل لانت لابسة وانت مفكرة نفسك زغيرة ولا اه وتقول لي حطايا حمر واخدر وانت ما انت زي بنتي بنتي احسن منك واحلى منك رد انت بقى نزهيت على سعي بفو طلع قالك يا امي بس خير في اه قل لي مضيق مش احنا عملنا مبارح عزوما حلوة لاختي وكاكت مبسوطة بيها بتقابليها وبتقولها الكلام ده كله ليه انا سمع كل الحوار من فوق يا ام انا مش عايز مشاكل ولا عايز وجع دماغ استهدي بالله بقى بقى كده يا ابني بتكزبني والله ازيب لك البيت ولا واحبادي ومش عادة عندكم يا حبيبت انا بقولك كده بس عشان مش عايز مشاكل لما اقدرش استغنى عنك يا ست الكل ده انت نورت البيت ده البيت كله جاد بركة لما انت جاتي وعي تقولي الكلام ده تاني بتزعليني ماشي يا حبيبي خلاص مش همشي بهاتلي معك بقى تفح وخخ وانت جاي ماشي يا ست الكل انت تؤمري ماشي يا بنت اللازين اما نشوف انا ولا انت بقى شوفي يا محابر اللي حصل عجبكو كده ماشي استنوا لي بقى بكرة في حلقة جديدة وحكاية جديدة مع كسس وحكايات ماما نونة وحمصة يلا باي